خربوشة تانية بعد لما تحاد سكندري العمل مباراة روعة روعة أمام بيراميدز وهاردلاك لبيراميدز ومليوم مبروك لسيد البلد طبعا منظر غريب جدا لا نراه إطلاقا في الدوريات العالمية وريني يا احمد اللقطة لقطة غريبة جدا جدا ده الهدف اللي جيه هل لي بقى ده هدف روعة روعة جابه أعتقد خالد الغندور براسه في منتهى الروعة والجمال وفي توقيت قاتل خلاص الوقت الاضافي كان خلص تقريبا يعني وخطف ثلاث نقطة من بيراميدز اللي بيعج بالنجوم والأرقام المالية الكبيرة جدا جدا التي لا يستطيع أن يقومها أي نادي فيك يا مصر في الميزانيات يعني بعد كده بقى هتبص تلاقي اللعيبة كلها راحت عالكابتن حسام وكلهم نطفق بعض في مظهر غريب 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 لا يتكرر إلا في الملاعب المصري يعني هتولي كده لقطة في دوريات أوروبية كبيرة إن بعد ما ييجي هدف الناس كلها تجري بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي على المدير الفني ويعني أنا أشوف إن ده مظهر غير متحضر غير متحضر كل ده في الملعب أنا معاك فيه تماما لكن بعد كده راحوا على الكابتك بص المنصر بص المنصر هل ده ينفع يا جماعة؟ إحنا خلي بالك الدوري بتاعنا دوري عظيم والسنة دي ما شاء الله الله أكبر بادي بداية متألقة ومتأنقة عايزين الحاجات الصغيرة أوي دي نترفع عنها شوي مش لازم لما تجيب هدف مهم الشلة كلها تروح على المدير الفني عشان يوروله إن هم بيحبوه يكفي احتفالك داخل الملعب ما بينك وما بين زملائك بالشكل اللي أنت شايفه واللي أنت حاسه واللي طالع منك بشكل تلقائي لكن نتجمع كلنا ونركب فوق بعضه كلنا مع المدير الفني لا ده مظهر غير حضاري ودي لقطة تانية بنسميها خربيش اللقطة التالتة والأخيرة في خربيش اللي عندنا تلتة خربيش بس كان عندنا سبعة قلت لهم بس ناخد ناردة تلتة كفاية وبكرة ناخد مجموعة تانية من الخربيش طبعا رمضان صبحي رمضان صبحي أخد انذار أثناء المباراة تمام طبعا خلي بالك رمضان لا يكون فعونه هو محمل بعب نفسي رهيب رهيب أنا أعلم ما بداخله يعني أنا ما قابلتوش ولا اتكلمت معاه ولا أي حاجة ولا شفته في الساحل الشمالي وسألته انت رحت ازاي وبتاعه وقال لي أصل وحد لا لا كلام ده كله في النهاية يا جماعة هو سبب وحيد باني توكس هو لقى مبلغ محترم راح له ونقفل الصفحة في الحوار في الحتة دي ده مش موضوع الخربوش بعد ما أخد انذار وانتهت المباراة راح للحكم يتكلم معاه فكانت النتيجة أنه هو أخد انذار تاني انذار تاني ده يعني أنه هو مش هيلعب المباراة القادمة ويشاء المولى سبحانه وتعالى ويشاء المولى سبحانه وتعالى انه هذا الانذار يبقى الانذار التاني وبالتالي هيغيب بعد بكرة الخميس عن مباراة في منتهى الأهمية الفريق الجديد بيرامدز أمام نادي الزمالك ورمضان صفح قوة لا يستهان بيها خربوش هاللي عايز أقولها هنا يا رمضان ربما والكلام ده مش موجه ليك ده موجه للحكام ربما لو كنت لابست شرط الأحمر ما كنتش أخدت الانذار ده وربما لو كنت لابست شرطه أبيض ما خدتش أخدت الانذار التاني ده لكن الكلام ده مش موجه لرمضان ولكن موجه لأصدقائنا الحكام وهنتابع الكلام ده كله لابد أنا هنا ما بظلمش الحكم إنه أخطأ أو لا إطلاقا لكن أنا عايز أقول إحساسي كده ممكن أبقى صح أو غلط إن على فكرة الحكم قال إن رمضان اتكلم معاه بمنتهى التهزيب وما طلعش أي لفظ من إطلاقا ما قالش أي حاجة إطلاقا ولكن هو علشان مش لابست شرطه أحمر أو شرطه أبيض مش هتعدي مش هتعدي أنا هنا بوجه رسالة لأصدقائنا الحكام واللي عاملين الحياة متشات حلوة قوي قوي حتى الآن ونتمنى الاستمرارية إنه إذا هذه الحالة تكررت من أي لعب آخر في الأهل أو الزمالك يعامل بنفس المعاملة ده الخربوش الثالث من خربيش عندنا